لو روحنا لترتيب المجموعة عدلاتكم عارفين النادي الاهلي في صدارة المجموعة عنده ست نقاط بعدين شباب بلاوزداد عنده خمس نقاط وبعدين نادي يونج افريكانز في المركز الثالث عنده خمس نقاط لكن بفرق الهدف عن شباب بلاوزداد ثم أخيرا في المركز الرابع والأخير نادي ميدياما برصيد أربع نقاط زي ما بقول مش هنتكلم على الأجواء الصعبة اللي بيتلعب فيها اللقاء نادي الأهلي متعود على الأجواء الحر والرطوبة لكن في حاجة بالنسبة لي هو طبعا الماتشي بيتلعب الساعة أربعة في غانا أربعة في غانا بدي بقى فيه نسبة حر شوية ولكن الجو معقول الرطوبة عالية شوية ولكن احنا متعودين على كده زي ما بقول احنا عندنا لعبة مرت بحاجات كتير جدا 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 من الحاجات دي الحاجات اللي بنتكلم عليها دي بالنسبة لهم بقت خلاص حاجة عادية لعبتنا بتقدر المسئولية عارفين اللي ليهم واللي عليهم عارفين اللي يوم في ماتش النهاردة وعليهم ايه في ماتش النهاردة مهما كانت غيابات النادي الأهلي عمر النادي الأهلي متأثر بغياب العيب عمر النادي الأهلي متأثر بغياب العيب ومش عايزة أتكلم بقى في اللي الناس قاعدت تتكلم فيه اليومين ثلاثة اللي فاتوا فيه واحد غاب والتاني اعتذر والتالت دي أمور داخلية إحنا ملناش شأن بيها ممكن نتكلم بيننا وبين بعض ولكن إحنا ملناش شأن بيها بنسيبها للجهاز الإداري والجهاز الفني يمكن ميستر كولر إن باري حتكلم عن الماتش زي ما بقول لحضراتكم قال مش هنخلق أعذار وده كلام صحيح النادي الأهلي عمره ما بيخلق أعذار عشان فيه ناس قاعدة تتكلم وتقول النادي الأهلي عايز يأجل يوم هو النادي الأهلي حصل له إيه ده المسافة من حتى رئيس نادي ميدياما طلع على كده قال ده المسافة ما بين أكرا وكماسي 30 ديئة بس فما فيش مشكلة عشان كده مش عايزين نأجل مش هنخلق أعذار إحنا النادي الأهلي عمره ما دور على عذر ماتش صعب أكيد صعب برغم الفرقات الفنية الكبيرة اللي بين الفرقتين فرقة عندها خلل في حاجات كتير النادي الأهلي حتى وإن كان زي ما قال مستر كولر للماتش اللي فات في المؤتمر إحنا في خلال خمسين يوم لعبنا مباراة وبرضو هيعدي أسبوع كأننا لعبنا في 57 يوم مباراة واحدة ولكن الفرقات الفنية والقدرات اللي عند لعبة النادي الأهلي من قدرات فنية وروح قتالية واسم النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي وتيشيرت النادي الأهلي إن شاء الله هيبقى النادي الأهلي هو اللي ليه الأفضلية النهاردة تكلمش على أجواء واللي حصل والصعوبات والمشقة كل ده على جنب كل ده على جنب النهاردة بقى صعوبة الماتش في ايه زي ما قلت لحضراتكم ان دي اخر فرصة لميدياما على ملعبه ده اخر ماتش ليه والسجمهوره والمباراة اللي جاية زي ما حضراتكم عارفين هيطلع برا علشان يواجه فريق شباب بلوزداد في الجزائر مشكلة ان المجموعة دي متشابكة متشابكة يعني ايه؟ يعني النقط قريبة جدا 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 بين الاول اللي هو النادي الاهلي وبين الرابع الاول ست نقط النادي الاهلي والمتزايل مجموعة اربع نقط اللي هو ميدياما يعني متش يقلب المجموعة بالكامل متش واحد يقلب المجموعة بالكامل وده اللي بيزيد صعوبة المجموعة وده اللي بيزيد صعوبة متش النهاردة لكن ده واتكلمنا فنيا لا لا في فرق جدير جدا 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 بين النادي الاهلي بطل افريقيا بطل مصر تالت كاس عالم للاندية واخد بطلتين واربعد في ظرف اسبوع كاس السوبر المصري كمان بعدها بيومين ولا بتالت اربعة ايام فلا وبتكلم على ميدياما اللي بيحتل المركز التامن في الدوري الغاني لا فرق جدير جدا فرق جدير جدا بين لعبة النادي الاهلي فرق جدير جدا بين لعبة كمان ميدياما انا واثق ان اللعيبة ان شاء الله النهاردة هتقدم اقصى ما عندهم و لايبة غازة لايبة غازة